سويسرا البلد المشهورة بصناعة الساعات فيها كل حاجة ماشية زي الساعة عارف انت لما تروح في حتة في بلد تلاقي الرصيف في حتة متشالة البوية مترحلة شوية في غلطة لا سويسرا فيها الكمال في كل حاجة وده ممكن يدايق اصلا الناس كتير هي واحدة من احسن الدول في العالم للمعيشة في 2023 بحسب بقى تقرير كتير زي مثلا تقرير يو اس نيوز وورلد ريبورت اللي دايما بيحطوها من ضمن افضل عشر دول وفي تقرير السعادة الاخير ده هي رابع عسع الدولة في العالم سويسرا فيها حوالي 8 مليون 700 الف بني ادم عاشين هناك منهم 26 شخص اخدوا جايزة نوبل وده عدد كبير جدا بالمقارنة مع اي بلد تاني متعرفش بقى ده زكاء ولا الطبيعة ولا التعليم ولا ايه اللي بيخليهم فضاعة كده والبلد دي مفهاش اي مورد طبيعي اللي حديد ولا دهب ولا بترول بس عندهم حاجات احلى زي الشوكولاتة اللي هي الافضل في العالم دي الشوكولاتة السويسر يعني وسويسرا هم اللي حطوا عالشوكولاتة لبن او حليب سنة 1875 ده اختراعهم هيبها ريدي من اللي ساعدونا في الحلقة دي بتقولي انت بس لو دخلت محل شوكولاتة في سويسرا مش هتقدر تمسك نفسك والجبنة بتاعتهم في السوبر ماركت ممكن تلاقوا اكتر من 450 نوع جبنة وكلها معمولة بدقة مش عارب بقى اللي هو ايه البقرة اللي بنجيب منها اللبن لازم تكون واكل عشب عامل ازاي ويسمعوها ايه درجة حرارة العشب تبقى كام عشان اللبن يطلع مزبوط صناعة الساعات اللي موجودة في السويسرا طبعا هي الافضل في العالم الشوكيري في خواطر من حوالي 8 سنين قال ان السويسرا فيها اكتر من 600 مصنع ساعات تخيلوا بقى دلوقتي بقى قد ايه والدولة دي بتشجع على الاستثمار الساعة الواحدة عشان تطلع كده بيشتغل بقى واحد شخص واحد بس بييده فيها من شهر ل 8 شهور بس كده شغلانته هي الساعة دي الناس دي بتتعب جدا وبيلاقوا نتيجة التعب اللي تعبوا ده وجينيف بتعمل كل سنة مهرجان للساعات وهو من اكبر الاحداث اللي بتحصل للساعات في العالم كله دي ساعات فخرة مش اي ساعات وبتيجي ناس من العالم كله عشان تحضر في جينيف المهرجان ده ممكن بقى تعملوا سبسكرايب انا اتكلمت كتير في الموضوع ده نسبة كبيرة من اللي بتتفرج عفيديوهات بيلسع ويفلسع على طول ان غير ما يشترك ليه؟ سويسرا ما عندهش بحر بس عندهم شوية بحيرات تحفة وهي دي بتبقى خرجاتهم في الصيف على البحيرات دي وعندهم ثلاثل جبال القلب ففي الشتاء بيطلعوا عشان يتزحلقوا وسويسرا نظيفة لهو نظيفة قصد دي سويسرا وامنة جدا من اغنى بلاد العالم وسهلة قوي تعملوا فيها بزنس الناس معاها فلوس هناك عشان مرتبات عالية ففرصة الاستثمار عالية قوي والناس اللي شغالة في المجالات زي الشوكولاتة والساعات والجبنة بياخدوا مرتبات عالية قوي بس كمان الحياة غالية هناك غالية جدا بالذات في زيارخ وفي جينيف غالية بس مش للمقومين اللي هناك غالية على السياح والطلاب الاجانب كمان ورغم ان الدراسة في الجامعات مش غالية قوي بس الاجارات هناك عالية جدا بالذات في جينيف وكمان السلع الغذائية غالية جدا الاكل يعني دكتور امير جابريال ساعدنا في الحلقة وهو عايش في جينيف وجينيف على حدود فرنسا قلنا مثال صغير كده ان الاسعار بالمقارنة بفرنسا سندويتش الكباب في فرنسا بستة فرنك سويسري اللي هو حوالي يورو نص في سويسرا باثناشر فرنك يعني الضعف واصلا المسافة ما بين المحلين بتوع الكباب اللي في فرنسا واللي في سويسرا حوالي 150 متر السندويتش في سويسرا باثناشر تروح بسرعة فرنسا تلاقيه بستة كمان مواصلات غالية بس مواصلات محترمة جدا هي بهاريدي اللي ساعدتنا في الحلقة من هناك بتقول ان مواعيد البساط مكتوبة على المحطة وبتيجي بالثانية والناس ممكن اصلا ما تستخدمش مواصلاته وتروح الشغل بتاعها بالعجل عادي وهما لابسين بدالهم المحترم والقطرات الكتارات في سويسرا هي الافضل في العالم من ناحية الجودة والخدمة واحترام دقة المواعيد مش احترام المواعيد احترام دقة المواعيد المانيا مفاش الكلام ده وكمان السلامة والامان سويسرا فيها اربع لغات الناس ماشية بها الماني و فرنسي و ايطالي و رومانيش الالماني في مدن زي زيوريخ و بازل و بيرن بيرن العاصمة اللي هي مش عاصمة قوي وهنرجع للموضوع ده كمان شوية والفرنساوي زي مثلا جينيف بيتكلموه هناك فرنساوي والايطالي في مدن زي تيشينو والرومانيش في مناطق من الجبال الشرقية سويسرا ملهاش رئيس هي ماشية بمجلس الاتحاد مكون من سبع اشخاص بيمثله احزاب الاغلبية والبرلمان هو اللي بيختار السبع دول والشعب هو اللي اختار البرلمان فكده الشعب هو اللي بيدير البلد هو اللي يعتبر اختار السبع اللي بيديره البلد والسبع دول بيختار واحد منهم يبقى هو الممثل في المؤتمرات بتاعت البلد و بيغيروا بقى السبع دول كل فترة واحد من السبع بيبقى هو الممثل والمؤتمرات دي بتتعامل يعني اللي هي حاجات الرسمية بين الدول صديق الاية كان عايش في سويسرا ايام التسعينات هو كان ساكن قدام بحيرة وعشان السكان يروحهم المنطقة دي المنطقة اللي قدامهم الناحية التانية بعد البحيرة كانوا بيلفوا من حوالين البحيرة دي فالحكومة الجميلة فكرت ان هي تسهل على الناس وتعمل نفق تحت البحيرة فالحكومة بعد ما بتفكر في موضوع بتخطط وترتب وتكتب بقى تقارير وتعرضها على سكان المنطقة عشان تعرف رأيهم ايه بيجي لهم ورقة في البريد بتاعهم البوكس بتاع البريد قدام بيته مراحش في اي حتة مكتوب فيها هل موافق على النفق تحت المية ولا مش موافق ونعم او لا صديقنا اللي ساعدني في الحلقة هو لقى صاحبه السويسري بيقوله لا يا عم ما الناس تلف من وراء البحيرة نفق اللي تعمل تحت المية ويلو سلنا المية والمنظره بتاعه فالسويسري ده اختار لأ وفعلا كتب لأ في الورقة بتاعت الاستفتاء وحطها في صندوق البريد تاني عشان تروح وفعلا النفق ده ما تعملش الناس ما وفقتش الدنيا ده بقى مثال صغير الدنيا بقى ماشية كده في سويسرا كمان سويسرا ملهاش عاصمة الدستور السويسري ما قالش ان في عاصمة بس بيرن تعتبر العاصمة الادارية يعني بيسموها عاصمة الامر الواقع مخالفات الطرق في سويسرا مش بمبلغ معين يعني لو حد عدى السرعة المكررة عالطريق بيعرفوا الاول مرتبه ايه ويحسبوا المخالفة حسب مرتبه انا من وجهة نظري اعتقد دي طريقة عادلة جدا ليه؟ لان انا دلوقتي مثلا باخد الف جنيه عملت مخالفة سرعة فهدفع مثلا خمسمائة جنيه مخالفة فنص مرتبه ضاع انما واحد بيكسب مثلا خمسمائة الف جنيه في الشهر هيدفع الخمسمائة جنيه ولا حاجة مش هيحس بيها وهيفضل يعمل مخالفات على طول فهي لو نسبة من المرتب بتاعها الموضوع هيبقى الطف بكتير فهي هناك اسمها الغرامات النسبية في واحد هناك دفع 200 الف فرانك سويسري غرامة عشان مشي بسرعة 130 بعربيته الفراري في كاريا هناك فتخيلوا بقى لو كان حد مرتبه صغير ويدفع 200 الف فرانك مش منطق الفراري معلش يدفع بقى الرعاية الصحية من الافضل في العالم واقل وقت في العالم في قوام الانتظار سويسرا معروفة ان هي دولة محايدة يعني لو فيه اي حروب ولا صراعات دولية بتحصل بقى حتة في العالم هم في موقف حيادي موطن او مركز لكتير من المنظمات الدولية زي الامم المتحدة اللي موجودة في جينيف اصلا المقر هناك بتاعهم هو معلم من معالم جينيف هو والصريب الاحمر الدولي برضو الامم المتحدة الموظفين اللي فيها اللي بيفضلوا بقى رايحين وجايين وبتاعه بسببهم الاسعار بتاعة الاجرات غلية واصلا هيبقى نادر لو دورتوا على شقة هناك ولقتوها ممكن ما تلاقوش ونظام البنوك في السويسرا مش بيسألوا انت جاب فلوسك منيه والناس بتفضل البنوك السويسرية عشان الخصوصية التامة يقدروا يحطوا فلوسهم الكتير ومحدش هيسألهم من اين لك هزا جايبين فلوسك منيه وهم كمان عارفين كويس قوي ان البنك مش هيروح لأي حد يقولوا فلوس الراجل ده هنا وده نظير ان البنوك بتاخد نسبة من المودع من اللي هو حط فلوسه نسبة من فلوسه كل شهر بس النظرة دي دلوقتي بيحاولوا يحسنوها شوية لان سويسرا بقت مشهورة بان ده المكان المجرمين والحرمية بيحطوا فلوسهم فيها في سنة 2014 امريكا والاتحاد الاوروبي ضغطوا على سويسرا عشان الموضوع ده ينتهي وعملوا اتفاقية بتلزم سويسرا ان هي تقدم معلومات للدول عن اي اسرياء حطين فلوسهم في سويسرا لان بقى موضوع بوخ وبقى داخل فيه تجار مخدرات وسلاح امريكا هي الدولة الوحيدة في العالم اللي سويسرا عملالها حساب من ناحية المواطنين الامريكان اللي عايشين في سويسرا او اللي عندهم جرين كارد وعايشين في سويسرا سويسرا بتبعت لامريكا اقرارهم الضريبية عشان كمان يدفعوا درايب في امريكا فاللي موجود يعني مثلا مواطن امريكي موجود في سويسرا هيدفع درايب في سويسرا هيدفع درايب في امريكا ايرلندا مكتش كده لو فاكرين حلقة ايرلندا ففي سويسرا هو اضاب الخزوق استكن في سويسرا غالي سويسرا عموما البيت مثلا ممكن يبقى بسعره من اول 800 الف ل 5 مليون فرانك سويسرا في حين ان فرنسا ممكن لأسعار تبدأ من 180 الف وانت طالعه ومقارنة هنا مع فرنسا عشان هي عالحدود معاها دكتور امير اللي ساعدنا في الفيديو بيقول ان هو لف العالم كله من شرقه لغربه على حد كوله ملقاش بلد بالحلاوة بتاعت سويسرا وناس كتير بتفضل سويسرا للمعيشة على حساب اي دولة تانية لان يعني مثلا طبيعة جميلة جدا وهي كمان في وسط اوروبا فاي دولة عايز تروحها هتروحها بسرعة جدا دخلها عالي جدا بس انا عايز اشكر جدا جدا كل اللي ساعدونا في الفيديو ده دكتور امير جابريال وواحد حبيبي مش هادر اقول اسمه وعمر الكوردي وهيبهاريدي شكرا لكو جدا جدا بتوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في الحلقة الجامعة بسوات